اول حاجة بس عايز اتكلم فيها مع حضراتكم وهي حاجة بالنسبة لي ملفتة جدا اليومين تلاتة اللي فاتوا ومنذ الاعلان عن المدير الفني الجديد للنادي الاهلي اللي بس عايز اتكلم فيه مع حضراتكم هو ان السيرة الزاتية دائما ما تكون مش هي الاساس فمثلا خلونا اقول لحضراتكم حاجة مهمة جدا وانا الكلام ده انا سمعته بقال يومين تلاتة كل الناس عملت اقول لك اصلا مستر مانويل جوزيه ما كانش عنده سيفي ومستر فلان ما عندوش سيفي قبل ما ييجي النادي الاهلي والكلام ده كله بالفعل هو الكلام ده مصبوط ولكن انا مش هتكلم في هذا الكلام انا هتكلم في كلام قاله مانويل جوزيه المدير الفني لنادي الاهلي مانويل جوزيه دائما خلال ست سنوات كنت اتشرف بالتواجد معاه كان دايما يقول لك ايه ايه الحاجة اللي بتحقق النصر او الفوز دائما الطموح الطموح هو اللي بيحقق النصر والفوز دائما بمعنى ايه بمعنى ان احنا كنا بنلعب دوري فالدوري كان بيخلص قبله قبل ما ينتهي قبل ما تنتهي مباريات الدوري بستة اسابيع طيب انت عندك ستة ماتشات ازاي هتدي طموح للعبين علشان تخليهم يلعبوا الماتشات دي فكان دايما يقول لك ايه احنا كده خلصنا الدوري كسبنا الدوري فوزنا بالدوري ولكن عندنا ست ماتشات عايزين ناخد بقى ست ماتشات دول نكسبهم علشان نبقى خلصنا الدوري مسلا بدون هزيمة كان دايما عنده طموح الفوز كان دايما عنده طموح ان انت تفضل دايما في الملعب واقف على رجلك حتى لو كنت خلصت الدوري مثلا زي ما قلت لحضراتكم وهنا انا مش عايز اتكلم على الادارة علشان ما حدش اتلعي اقولك كذا وكذا ولكن هي دي الحقيقة نحنا بعد مباراة الصفاقسي اللي كانت في تونس الطموح برضو انا عايز هنا اتكلم عن الطموح بعد مباراة الصفاقسي اه لما كان النادي الاهل بيلاقي الصفاقسي في نهاية بطول الدوري ابطال افريقيا ومحمد ابو تريكا جاب اه النجب محمد ابو تريكا جاب هدف اه في الدقائق الاخيرة من عمر المباراة مصر كلها كانت بتحتفل الاهلوية يعني كلهم كانوا بيحتفلوا اه مجلس الادارة ومستر مانويل جوزيفي ذلك الوقت كان عندهم فكرة تاني او كان عندهم طموح تاني الطموح التاني ده كان ايه نحنا اول ما قعدنا معاهم قالك يا جماعة اه الف مبروك انا قلت القصة دي كذا مرة ولكن هو وقتها دلوقتي بالمناسبة اه قالك الف مبروك يا جماعة كسبتوا البطولة وعملتوا حاجة هيلة وحاجة جميلة جدا واتفقنا وعملنا ومبسوطين جدا باللي انتوا عملتوه ولكن عندنا مباراة بعد تلات ايام في الدول العام المصري هنا الطموح مجلس ادارة النادي الاهلي يحمل طموح كبير جدا وبيحترم جمهوره وبيحترم كل اراء الجماهير فعشان كده الطموح ده هو اللي هيكسبك كل البطولات او والطموح ده هو طريق النصر هو طريق النصر دائما طريق النصر اه خلال الفترة اللي فاتت طول عمرنا طول عمرنا واحنا بنلعب في النادي الاهلي كان دايما عندنا طموح